الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 أتعلم بالأسطوانات عشر لتعويض حاقن الوقود بحد أقصى ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC وينطبق عادة على جميع مركبات البنزين OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد وماسدا وجي أم سي وشفرول اي وبي أم دابليو وما إلى ذلك على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة وفقا للسنة والطراز والتكوين ومجموعة نقل الحركة كلما رأيت تعلم في وصف الكود مثل هذا الوصف فإنه يشير إلى عملية التعلم أو تكييف نظام ECM عوامل التحكم في المحرك مع عوامل متغيرة باستمرار للتواصل يتعلم جسم الإنسان أن يعرج بعد إصابة القدم للتكييف مع الوضع الحالي هذا مشابه جيدا لعملية التعلم عندما يتعلق الأمر ECM وحدة التحكم في المحرك والمحرك ومع ذلك في حالة هذا الرمز فإنه يشير إلى معلمات التعلم لتعويض حاق الوقود بالأسطوانة هاش عشر مع تآكل أجزاء المحرك وتغير الطقس وتغيير احتياجات السائق من بين عدد لا يحصى من المتغيرات الأخرى يجب أن يتكيف ناتج حاق الوقود مع هذه لديها نطاق معين يمكنها العمل فيه للتكييف مع احتياجاتك واحتياجات سيارتك ولكن إذا قيل ذلك إذا تجاوزت احتياجات محركك قابلية التعلم عن طريق الحقن فإن ECM وحدة التحكم في المحرك ستقوم بتفعيل هذا الرمز لإعلامك أنه لا يمكن يعد التكييف مع الوضع الحالي عندما يراقب ECM قيم تعلم حاقنات الوقود تتجاوز معلمات التشغيل العادية فإنه ينشط P02DF في معظم الأوقات يتم تعيين هذا الرمز لأن شيئا ما تسبب في أن يضطر الحاقن إلى استنفاد قابليته للتكييف هذا يعني عادة أن هناك عامل آخر يسبب ذلك لسبب أو لآخر يحاول ECM تعديل خليط الوقود وفقا لإحتياجات السائق ولكن هناك شيء ما يجعله يتكيف مع الحد الأقصى يتم تعيين التعلم الأوفست عن طريق الحقن P02DF سيلندر 10 فوال إنجكتور آت ماكس لميت عندما يراقب ECM حاقنا الوقود هاش عشر بالأسطوانة وهو يتكيف مع الحد الأقصى مقطع عرضي لحاق وقود محرك البنزين نموذجي ما مدى خطورة هذا DTC أي شيء يتسبب في تكيف الحاقن خارج حدود تشغيله هو بالتأكيد سبب لبعض القلق تم تعيين الخطورة إلى متوسط مرتفع تذكر أن مخاليط الوقود تتكيف مع الكثير من المتغيرات ولكن أحد هذه الأجزاء هو أجزاء محرك داخلية مهترئة لذا فإن التشخيص الذي يتم إجراؤه لهذا الخطأ يجب أن يتم من قبل محترف ما هي بعض إعراض الكود قد تشمل أعراض رمز مشكلة P02DF ما يلي تقليل الاقتصاد في استهلاك الوقود سوء أداء المحرك تدهور أداء المحرك الكلي رائحة الوقود CEL فحص ضوء المحرك أداء المحرك بشكل غير طبيعي دخان العادم المفرط عند الحمل إنخفاض استجابة الصمام الخانق ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز التشخيصي لحقن الوقود P02DF ما يلي تسرب الفراغ مرشح الهواء المسدود أنبوب السحب المتصدع حشية الرأس مشكلة معيبة ECM استوانة عشر حقن الوقود المعيب حلقات المكبس المتصدع المتشعب السحب المتسرب PCV AGR جوانات ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P02DF الخطوة الأولى في عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل هي البحث في نشرات الخدمات الفنية عن المشكلات المعروفة في السيارة المحددة تصبح خطوات التشخيص المتقدمة محددة للغاية للسيارة وقد تتطلب المعدات والمعرفة المتقدمة المناسبة لأداء العمل بدقة قوم بتضمين الخطوات الأساسية أدناه ولكننا نشير إلى دليل إصلاح خاص بسنة السيارة الصنع أضراز مجموعة نقل الحركة للحصول على خطوات محددة لسيارتك الخطوة الأساسية رقم واحد أثناء تشغيل المحرك كنت أستمع إلى أي علامات واضحة على وجود تسرب فراغ في بعض الأحيان يمكن أن ينتج عن ذلك ضجيج صفير الحمل مما يسهل تحديده قد يكون من المفيد التحقق من فراغ السحب باستخدام مقياس مناسب سجل أي قراءات وقارن بالقيم المطلوبة الموجودة في دليل الخدمة الخاص بك أيضا من الجيد التحقق من فلتر الهواء قبل الانتقال إلى خطوة أخرى يمكن أن يتسبب الفلتر المسدود في ارتفاع قيمة فراغ السحب إلى أعلى لذا استبدلها حسب الضرورة عادة ما يبدو مرشح الهواء المسدود مغمورا بداخله ملحظة يتسبب تسرب الفراغ في هواء غير قابل للقياس في المدخول مما يتسبب في خلطات وقود هواء غير منتظمة في المقابل قد يتسبب الحاقن في التكيف مع حدودها الخطوة الأساسية رقم 2 يجعل موقع حاقنات الوقود من توصيلاتها وموصلاتها عرضة للتآكل وتسرب المياه يتم تركيبها في مكان حيث تتراكم المياه الحطام الأوساخ فحص بصري لهذا إذا كانت فوضوية فاستخدم مسدس أو فراغ يعمل بالهواء لإزالة جميع الركام لتفقد المنطقة بشكل صحيح ابحثا عن علامات تلف واضحة الخطوة الأساسية رقم 3 اعتمادا على قيود قدرة أداة المسح يمكنك مراقبة حاقن الوقود مع تشغيل المحرك لمراقبة أي سلوك غير منتظم أو غير طبيعي إذا رأيت شيئا ثيرا للقلق اعتمادا على تكلفة الحاقن فيمكنك محاولة استبداله لرؤية لكنني لا أوصي بذلك الخطوة الأساسية رقم 4 تراقب وحدة التحكم في المحرك ECM وحدة التحكم في المحرك معلمات التعلم لتعويض حاقن الوقود بالأسطوانة 10 لذلك من المهم للغاية أن تكون في وضع التشغيل ليس هذا فقط ولكن نظرا لتقلبه الكهربائي يجب عليك التأكد من تركيبه خاليا من أي رطوبة أو حطام في بعض الأحيان يتم تثبيت ECM في منطقة غامضة تميل إلى تراكم المياه أو قد تكون في مكان ما بالقرب من قهوة الصباح المسكوبة لذا تأكد من عدم وجود أي علامة على تسرب الرطوبة يجب معالجة أي علامة على ذلك من قبل محترف حيث يحتاج الوكيل إلى برمجة ECM بشكل عام ناهيك عن أن الإجراء التشخيصية لم ECM طويل وممل لذا اترك هذا الإجراء لهم